انا احب الفلوس تخش البلد احب الاقتصاد يزهزه وينور احب الصناعة تزدهر في هذا البلد كل يوم اكتر واكتر 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 طيب انا من الناس اللي تشجع جدا مسألة الصناعة وتشجع جدا ان الدولة تستثمر في الصناعة وفي نفس الوقت اشجع جدا انه يبقى فيه بالمصطلح الستينياتي القديم كده لانه مصطلح حلو كده يبقى فيه رأس مالية صناعية ما بين قصين وطنية طب يعني ايه يعني يبقى صناعيين كبار مستثمرين في المجالات الصناعية الكبيرة هم حطين قدام عينيهم هدفين جنب بعض فلوس يكسب ودحقه مفيش حد ضد ان بني ادم يكسب ويكسب كويس والحاجة التانية مصلحة البلد يبقى لما جي اصنع مثلا مثلا ما فكرش بقى ان انا هقعد اصنع فوانيس رمضان على شكل كورومبو لكن اصنع صناع تبقى قدرة او قبلة ان انا اوطنها في هذه البلاد وتؤدي الى المزيد من البحث وبالتالي تؤدي الى المزيد المزيد من التطور التكنولوجي وتطوير البحث العلمي في البلاد صناع بتجيب فلوس وتؤدي الى ذلك بالمناسبة اي صناعة جدة تؤدي لكده اي صناعة جدة هتجيب جدة تجيب فلوس وتعمل بحث العلمي تجيب فلوس وتطور التكنولوجيا تجيب فلوس طالما انها جدة ويتم توطنها داخل البلاد حلوة قوي فيبقى عمليا رجل الاعمال كسبان البلد كسبانة طب اذا افترضنا ان الاستثمار ده كله على بعض هو استثمار مش كل اللي في بلد يعني استحالة ومفيش بلد بالمناسبة كلها استثمارات القطاع الخاص استحالة يعني حتى امريكا عشان بس تتبقى فاهم انه ايام الازمة المالية او الاقتصادية الكبرى في 2008 الدولة دخلت لدعم صناعة السيارات واستثمرت جوه كبريات مصانع السيارات في ولاية ميتشجن قلعت صناعة السيارات في امريكا والولايات المتحدة الامريكية او في العالم كمان عشان بس تتبقى فاهم ما تبقاش بتقول كلام بيحفظه لك نا المسألة مفيش كده الرأس المالية المطلقة دي مش موجودة يعني خالص ومش هتبقى موجودة اه ليه على اطلاقها لكن هرجعك على تاني انه يبقى في عندنا مستثمرين وانا اظن ان في عندنا بعض الناس في مصر جدين جدا وطنيين جدا وعندهم قدرات هائلة كل اللي هم محتاجينه التطمينات من ناحية ومن ناحية تانية التيسيرات والتسهيلات عشان يعرف يشتغل حلو الكلام؟ طيب هنا هتشوف الدولة بتتحرك ازاي الدولة بتتحرك في اطار انها عايزة المستثمر ده يكبر ويشتغل هل لو المستثمر كبر ويشتغل الدولة ما تستفدش لا تستفيد ازاي؟ المستثمر صنع يبقى اوجد لي فرص عمل المستثمر طور يبقى ساعدني في التطوير والبحث العالمي والتقدم التكنولوجي المستثمر باع دفع لي ضرائب المستثمر صدر نخلي عملة صعبة شوف هنا اربع فوايد مباشرة فما بلج بالفوايد غير المباشرة القطاعات الصناعية من صناعات مغزية الاخ 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 اشتركوا في القناة